السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه جديدة مشيوهات ام انات اليوم اجبت لكم هذا الايس كريم او البولو حصري على القناة ديالي بالحليب المحمص والقهوة فطريقة ادافات القهوة ان شاء الله هتكون جد جد مميزة وحصري على القناة ديالي كي اعطيها واحد مطاق خطير جدا وواحد القشرة على بره مقرمشة فبالنسبة لي انا اقتبس هاد الفكرة ها هي من هاد الايس اسبريسو اللي كتبع فقال دي بزيب الناس اللي غيكون هنا في الماني غيكونوا كيعرفوا المضاق المميز اللي عند هاد الايس كريم ها هو باش متقلوا ليش شريته وبينته فلأ فانا غدي افتح معكم ان شاء الله هاد البولو ها هو او هاد الايس كريم باش تشوفوا الحجم دياله الحجم هاد الايس كريم اللي اعملت انا لانه ما شاء الله كيجي رائع رائع جدا المضاق من عود لكم شاله اه فكنتمنى هنا الاعجاب ديالكم والسحسن ديالكم نتلك يزروني لي اول مرة فكنقلكم الف مرحبا نضغطو على زل اشتراك الاحمر ابوني او سبسكراب لغة انجليزية وكذلك فعلوا الجرس باش تقوطوا سلو بجديد الوصفات وجديد القناة وابقى ليخوتي الى نقول لكم اخاليكم ان شاء الله مع الفيديو والمقادير مع هاد الايس كريم الرائع جدا الاقتصادي وكنتمنى لكم كيف ملعادة فرجة ممتعة فبنسبة المقادير اللي غتكون ان شاء الله اليوم مقادير متوفرة في كل بيت تقريبا فكيف ما كتشوفوا عني هنا يا ملعقتين مملؤتين من الدقيق غلي تسولوني غتقولوا لي ليش الدبط الدقيق وماشي المايزيناء اي النشا لانه الدقيق يعطي للبولو دينا او الاسو كريم دينا قوام كريمي اكتر من النشا فبالنسبة للنشا كيجي الرائحة ديالو عاطيه صراحتان شوية مجهد في الايس كريم لذلك فضلت انا منستعمل دقيقة للنشا عندي هنا 600 مليليتر يعني 500 مليليتر زائد 100 مليليتر يعني 700 مليليتر ديال الحليب كيس من كريم كراميل اللي كتعدل في نسا ليتر من الحليب يعني كريم كراميل يلدرهم وملعقتين من السكر يعني المقادير جد جد بسيطة فا اول حاجة غدي ندوزو نسايبو الكارتونة ديالنا كيف ما كانت الكارتونة ديال الحليب او العاسر غدي نسنعو طبعا فيها تقاب تقاب غتكون ان شاء الله رقيقة جدا باش ما غدي ندخلو فيها العويدات ديال البولو او الايس كريم ما يخرش معنا ديك السائل اللي كيكون بقي سخن فا اول حاجة غدي ناخد واحد الكارتونة ديال الحليب او كيف ما كانت عندكم بالنسبة لي انا اخذت الكارتونة ديال الحليب غدي نصنع فيها تقاب رقيقة جدا بواسطة سكين او كنخلي ما بين كل تقب وتقب تقريبا سنتيم يعني جو ديال سنتيمات باش من جين قطع البولو ما يجيني شرقيق بزاف فابقوا معي كيف ما كتشوفوا كان اعلم يعني كان من واحد العلامة فيرن غدي نقطع باش ما ما نغلطش سفيك نعمل تقب اخر يعني تقب رقيق جدا باش ما يخرش معكم السائل باش من دخل لك العودة ما يخرش معي فابقوا معي ان شاء الله كذلك الطريقة ديال باش تدخل العودة ضرورية جدا لانو لدخلتوهم بطريقة عادية فبالامكان ديالو يقدر يخرج معكم السائل كامل فسفي من لي كان سالي كان عمل لك التقب فالتقب ضروري جدا يكون الحجم دياله صغير جدا يعني فقط فين غايد خل معكم العود لانو اللي عملتو التقب واسعة فكونوا اكيدين انه السائل سيخرج لكم كامل فسفيك نقطع ديك الراس ديال الكارتونا من فوق وكيكون الشكل اللي له بهاد هيدا يعني كيكون فيها تقب ما بين كل تقب و تقب يعني سانجو ديال سانسيمات يعني سانسيمين سفيك نجيب ديك العودات بالنسبة لي لي انا العودات فكلين البولو حتى فتبهم خصلتهم يعني البولو بعد النيت ديال ديال ديك الايس كريم ديال القهوة من قتب استمنوا الفكرة فكيجي صراحة رائع 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 جدا كيحمق فصراحة حصري للقناة ديالي لأول مرة لليوتيوب فسفي غادي نحاول ندخل العودات كاملين وغادي نقود معا ان شاء الله غادي نحضروا ديك الايس كريم اللي غادي يكون ان شاء الله كريمة رائعة جدا وكذلك مميزة بالنسبة للملاحظة اللي ضرورية جدا ما اذكرها شموع دم اليوتيوبر اللي حطوا هاد الايس كريم على الطريقة ديال الكارتون ديال الحليب ضروري جدا ما كتخرجوا العودات كتخرجوهم الاقصى درجة كما كتشوهو كتخليو فقط بعض الميلي مترات داخل و تقريبا كله يبقى على بره علش باش ما تصبوا الخليط ديالكم ما يخرش معاكم حتى يقصح الخليط يكون اللي خاتر عاد كتوليو كتدخلوهم فسفي كيف ما كتشوفو عندي في واحد الكاسرول او طنجرة صغيرة فقد نعمل اولا ديك الملعقتين ديال الدقيق غادي نحمصوه جيدا غادي تقولوا عليش غادي نحمصوه اول حاجة لانو الخليط ديال ما اخصوش يغلي بزف لانو الا غلاب بزف خلينا يغلي بزف فغادي يختار معنا بزف غادي قاسح احنا الهدف دينا انه يبقى شوية خاتر مهم بين الخاتر و السائل بقوام عادي تشوفوا القوام دياله يعني احنا مغسناش نطايبوه بزف وبحكم انا ما غنطايبوه بزف من بند ضروري جدا ما نحمصوه باش ما تحرقناش الكرش لانو كيف ما كتعرفو الدقيق يبقى خضر فكسبب في يعني الوجاع فسا فيما ما غنطي يبقى ان شاء الله نحمص فيه حتى يولي اللون دياله ذهبي فمنو كتحمص يعني ومنو كيعطينا ما داق لا ديد لبولو ديالنا او الاسو كريم ديالنا سا فيما ما نحمصو بهذا الشكل هوا غد ندفع ليه ملعقتين من السكر وغد نعود نخلط الكل جيدا غد ندفع ليه كدلك الكيس ديال الكريم كراميل انتوما تقدروا اي نكهة بغيتو بنسبة لي انا ضفت نكهة ديال الفانيليا انتوما كتضيفو مثلا نكهة ديال الفارولة او نكهة ديال الكراميل بالنسبة لي انا هذا اللي عندي متوفر سافي كنخلط جيدا وكنضيف ديال نصف لتر ديال حليب زائد مئة ملي لتر ديال حليب يعني سمية ملي لتر مع التحريك المستمر دائما مع التحريك المستمر ما تغفلوش عليه لانه باش ميلسقش ويتحرق معاكم سافي انفوكي غلي كنضيف كنزيد ليه دقيقتين فقط باش مكي وليش خاتر بززاف يعني خصو يكون قوام دياله ما بين الخاتر او خفيف بقواما ان شاء الله بتشوفو القوام دياله موسيقى سافي غيكي بدأ يغلي معاكم ضروري جدا ما تحركوه تحريك مستمر وهذا الشكل ها هو وهذا الطريقة اللي كنعمل انا كتحسبو عليه تقريبا دقيقتين لا اكتر سافي كترفعوه من على النار ومباشرة كنفرقو هاد السائلة او هاد الخالط ها هو كيف ما كتشوفو القوام دياله في ديك الكارتونة اللي كنكونوا سبقنا ووجدناها من قبل فسافي مباشرة اللي كنرفعوه للنار وهو في درجة الغليان كنصبوه مباشرة هاد الكارتونة اللي داروري داروري كنعود ناكد لكم بديك العويدة سديها البولا او الايس كريم كنخرجوه من الاقصى درجة على بره كنخليو فقط بعد الميليمترات الداخل باش نتجنبو انه ديك الخالط الساخن يخرجنا على بره والثقب ضروري تكون ثقب رقيقة جدا يعني فقط فين غايدخلكم العود ديال البولو او العود ديال الايس كريم فسافي كيف ما كتشوفوا معي كنحاول ما ام كان نخرجو من الاقصى درجة و نخلي فقط واحد يعني القطعة صغيرة لداخل وسافي غادي نخليها بدرجة حرارة المطبخ حتى كيواللي خاتر عاد كندخل ديك العويدات ديال الايس كريم باش هيدا كنجنب انه الخالط ما يخرجليش بعد مرور ليلى كاملة من بعد ما نجمدلي الايس كريم ديالي غادي نشبر واحد السكين غادي يكون سكين قاطع وطبعا عملت علامات ما بين كل عود ديال الايس كريم وعود ايس كريم هدي نقطعو وطبعا بقمع ان شاء الله واشتشوفوا الخليط ديال الشوكولة اللي غادي يكون مداق القهوة اللي غادي يكون ان شاء الله مميز جدا كيعطي المداق خطير جدا لايس كريم دياله قرمشة مبرا يا سلام فغادي نخليكم ان شاء الله مع الصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قطعت القطاع الايس كريم لدي هنا قهوة مكملة دروري جدا اللي لا يوجد متوفرة سوف نستعمل القهوة العادية فلا القهوة المطحونة فلا سوف تعطيكم مدى بالعكس مدى خايف للبولو دروري من البن لكن يكون محمص سوف يكون معين شاء الله بالنسبة لي كنت بلسكين فتت فيه واحد شوية وقلت لا سوف نجده يشوفوا الطريقة في الصور سوف نجيب واحد الكأس بالنسبة لي عنده متوفرة تستغنى عليه وتعمل فقط اللوز المجروش او الكوكو المجروش فوق القطع الشوكولاتة القليل من زيت نباتية سوف نخلط جيدا مع التحريك المستمر وعلى نارها جدا سوف نجيب واحد الكأس وكيف تشوفوا بالنسبة لي البن فضغيا كيتهرس معنا لهدف دينا انه لا تتحنش يعني كيبقى معنا قطع مقرمشة قطع صغيرة جدا سوف نعطينا القرمشة وكيف يحبق وكيف يقولون الكزير فهو سوف تقولون لي ام اناس واش ما يحطيش مدق مور للأيس كريم بالعكس يحطيه مدق رائع كي واتي اللوز وكذلك المدق للشوكولات فسوف يقول لي هكذا الى قطع مجروشة قطع يعني هيدا نهرمش القهوة ونضيفها كلها سوف نضيف الكمية الأولى ثم سوف نضيف الكمية الثانية فصراحة سوف تحمقوا على هذا الايس كريم يعني صراحة بنين بزاف ومدق مميز مميز وحد درجة لما تصوروهاش فسافي كيف ما كتشوفوا معي سوف نضيف الكمية كاملة القهوة فاندمت ورجعت تضيفها كلها وطبعا سوف نضيف في اللوز المجروش ولكن يكون طبعا سباق لي حمرته سوف نضيفه شيئا فشيئا وسوف نقلب سوف نجبض البولوديليا والأيس كريم مجمد وسوف نلبسوا بهذه الكريمة الشوكولات الرائعة بما داق القهوة فبقوا معي ان شاء الله بشكل النهائي الأيس كريم موسيقى فسافي كيف ما كتشوف معي هذا هو طبق تقديم نهائي الأيس كريم نهائي يجب واحدة طبقة خطيرة جدا فانا عطيت منه ما قدرت انتصور بأيس كريم من داخل كريم مداقة رائع جدا مداقة الفانيليا والكريم كاراميل وطبعا الجميل في هذا الأيس كريم هي الطبقة المقرمشة اللي عندنا على برا فطبعا تبقى في طريقة إضافة القهوة فالكثير سيستغرب و سيقول لي ما المدى سيستغرب اكيد سيستغرب و ردوا عليها فهذا هو الشكل كما تعرفون و سيستغرب بردوا به و فرحوا به الوليدات و كذلك انتم مالعوا الشاق القهوة محبي القهوة و مبقى لغتي لانقلكم ننتم فريعة الله و حفظة و السلام عليكم اشتركوا في القناة